السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايبي واخواتي وحشتوني وحشتوني جدا. طبعا كلنا اتفرجنا على مباراة الاهلي والهلال السوداني واللي حصل من ادارة نادي الهلال السوداني مع لعيبة النادي الاهلي عشان يخرجوا لعيبة النادي الاهلي من تركيزهم خلال المباراة. ففي كلام كتير هنتكلم فيه من ناحية الموضوع المباراة وقبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تجهز المشروب بتاعك عشان الخاطر تركز معي في الكلام اللي انا هقوله لان الكلام هيبقى كتير وتقيل على ناس كتير. ومن ناحية تانية قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تصلي عليه سيدنا محمد عليه ابدا للصلاة والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا اتفرجنا على مباراة الاهل المصري مع الهلال السوداني وايه اللي حصل في المباراة وطبعا في ناس كتيرة قاعدة تتكلم من النادي الاهلي عشان خص الواحد سافر نازل يتخانق مع الجهاز الفني او الجهاز الطبي بتاع الهلال السوداني بس عايزين يلغوا فاقرة الاستفزازات اللي حصلت من الهلال السوداني مع لعيبة النادي الاهلي عشان يخرجوا من برا تركزهم. فهوضح لكم الدنيا في اللي حصل في المباراة وايه اللي تم وايه اللي هيتم مع النادي الاهلي. تمام? تمام. طبعا بعد ما كنا اتفرجنا على المباراة وان فيه هدف دخل آآ مرمى محمد الشرناوي طبعا محمد الشرناوي تلعى قال ان آآ الكورة وهي كانت جايع من ناحية الشمس. الشمس ما كانتش خلياني للحزة ان انا اشوفه الكورة فبالتالي ان الكورة عدت ومحمد الشرناوي كان فاكرا ان هي لسه ما وصلتش. طبعا انا هتيجي تتكلم ان الهدف آآ هيسأل عنه برضو محمد الشرناوي لان انت المفروض حارس مرمى ايا كان المفروض بتعمل حسابك للحزات زي دي. بس ان في واحد بيقول لك الدكتور بتاع الهليال السوداني وهو آآ في الملعب راح جاي راشش بنج في وش محمد عبد الملعب. ده الاستفاز محمد الشرناوي. ورايح يتكلم محمد الشرناوي رايح يتكلم مع الدكتور بتاع الهليال السوداني. راح جاي شاتم محمد الشرناوي بمه. وهو ده كان سبب المشكلة اللي حصلت ما بين لعيبة النادي الاهلي مع الجهاز الفني والجهاز الطبي بتاع الهليال السوداني. هما كانوا مبايتين المواضيع دي كلها مع لعيبة النادي الاهلي او مع النادي الاهلي ككيان فمشكلة الهلال السوداني ان هو عايز يبقى زي الاهلي المصري بس تقريبا هو مش هيعرف تقريبا انت بتتكلم في نادي ايه هي انجازات الهلال السوداني عشان ييجي يقرر نفسه بالنادي الاهلي او ييجي يعمل مشكلة مع لعيبة النادي الاهلي اللي حصل في المباراة ما هي الا سرقة مباراة بتلت نقاط علشان خاطر يضمنوا تلت نقاط يبقوا اول المجموعة بتاعة النادي الاهلي في دوري ابطال افرج فانت ما تجيش تكنعني ان لعيبة النادي الاهلي كل ما بتخسر لازم تعمل مشكلة مع النادي اللي هي بتلعبه ولا كان زمانها حصلت في حاجات كتير ولا كان النادي حصلت في مباراة ساندونز خمسة صفر فاكرين ولا مش فاكرين النادي الاهلي كبير النادي الاهلي تقيل النادي الاهلي كعب وعلي على اي نادي سواء في مصر او في قرة افريقيا وكل عارف كده وكل نفسه ان هو يبقى بيشجع نادي زي النادي الاهلي ولا ما كنتش انت انتقطت النادي الاهلي قاعد تلت اليوم تقعد تنتقد في النادي الاهلي اي نادي بيلعب النادي الاهلي وبيكسب النادي الاهلي بيعتبرها بطولة بيعتبر ان هو مجرد ان هو يكسب النادي الاهلي فدي الواحدة بطولة غير البطولة اللي هو فيها وده اللي اتبعوا نادي الهلال السوداني في في الملعب. وازننا ان كلنا اتفرجنا على مباراة الاهلي والهلال السوداني برضو في عشرين عشرين لما الاهلي توج بالبطولة في المباراة ما بين الاهلي المصري والهلال السوداني وان الجماهير ما كانتش متقبلة ان هي جمهور انا بتكلم على جمهور نادي الهلال السوداني ان هي ما كانتش متقبلة ان هي تطلع من البطولة على ايد النادي الاهلي. طبعا كلنا شفنا الاحداث ساعتها وان ياسر ابراهيم كان فاقد الوعي يوميها واللي حصل اياميها بسبب تدخل الجمهور وانه هو كان عايز يقتحم الملعب وكان معاهم اسلحة بيضة عشان خاطر كانوا عايزين يعملوا اي حاجة في اللعيبة لدرجة ان هما الجيش ذات نفسه نزل واتدخل عشان خاطر يحواطوا على اللعيبة انه هما الجمهور ما يعرفش يقرب من لعيبة النادي الاهلي انت شفتها وانا شفتها والدنيا كلها شافت المباراة دي ولو قلت حاجة تانية غير كده طبعا انت عايز تركب ندارة نظر واللي بسببها كان المفروض نادي الهلال السوداني ما يشاركش تاني بدوري ابطال افريقيا بس مع ذلك كابت محمود الخطيب تنازل عن حق النادي الاهلي عشان خاطر دولة السودان دولة شكيكة بالنسبة لمصر وكلنا عارفين مصر والسودان كانوا زمان كانوا عاملين ازاي فكابتن محمود الخطيب اعتبر ان الموضوع طلع من جمهور وعادي وخلصت الدنيا على كده ويتنازل عن حق النادي الاهلي طبعا لما هم شافوا كده افتكروا ان النادي الاهلي حاجة سهلة يعني ان احنا ممكن نعمل ونسوي على ارضنا ونسيون في مباراة عودة في مصر وان هي هتتلعب في مصر ممكن اقول لك من دلوقتي ان المباراة دي تقريبا مش هيجي فيها جماهير عشان خاطر ما يحصلش نفس اللي حصل مع لعيبة النادي الهلالي السوداني وان احنا دولة متقدمة وبنفهم واللي احنا عارفينه فاي حد هيفتكر ان النادي الاهلي مستباح او ان هو يحصل فيه اللي حصل من النادي الهلالي للسوداني فطبعا هتبقى صعبة وطبعا ما كابتن محمود الخطيب ليحق الدنيا وقدم شكوى للتحاد الافريكي عشان خاطر اللي حصل فيه مباراة الاهلي والهلالي السوداني من تجاوزات من الجهاز الاداري او الجهاز الفني من الهلالي السوداني على لعيبة النادي الاهلي وانا بقولها من دلوقتي ان كابتن محمود الخطيب مش هتنازل عن حق اللاعبة النادي الاهلي لانه لو يتنازل ساعتها الجمهور هو اللي هيتطلع ينتقد كابتن محمود الخطيب طبعا بسبب الاحداث اللي حصلت ما بين الهلالي السوداني او الجهاز الطبي او الجهاز الاداري او الجهاز الفني بتاع الهلالي السوداني للعيبة النادي الاهلي طبعا لازم يبقى فيه رد لالتجاوزات اللي حصلت فيه المباراة طبعا هنتكلم عن التصريحات اللي حصلت من عضو مجلس ادارة النادي الاهلي آآ كابتن محمد الضماطي او استاذ محمد الضماطي. قال تصريحين مهمين جدا. ومن ناحية تانية قال في تصريحين كمان لكابتن ابراهيم سعيد. لاعب النادي الاهلي السابق. للاحداث اللي حصلت لمباراة النادي الاهلي مع الهلال السوداني. طبعا هنتكلم عن التصريحات بس عايزك تركز معايا في الكلام اللي هيتقال عشان الكلام ده حقيقة. حقيقة وانت لازم تكون مستوعبها. سواء كنت من جمهور المنافس او جمهور النادي الاهلي. اول تصريح من استاذ محمد الضماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي طالع بيقول الكل بيحاول يشوي اسم الاهلي لا بمطش ولا بموسم ولا بشخص ولا بمية ولا باخناقة ولا بمعركة. مفيش حاجة هتهز اسمه تاريخ الاهلي مهما حصل. ومهما الكل حاول هيفضل الاهلي تاجه في اخر الرياضة في مصر. الاهلي الحالة لازم تدرسوها وتبنوا عليها بدل ما تحربوها. سواء كنت سواء انت كنت من جمهور الاهلي او جمهور الزمالك المفوت تكون عندك استعاب لحاجة زي كده. تمام? ما عندكش استعاب لحاجة زي كده. هقول لك انك انت واحد من الناس لما بتيجي. لما بيجي فريقك يكسب النادي الاهلي انت بتعتبرها ذات نفسها انك انت تكسب الاهلي ديجي لوحدها بطولة. انت بقى ما عندكش خلفية بكده يبقى انت عايز علاج نفسي. انت كل اللي شغل دماغك ولشغل تفكيرك انك انت عايز تبقى زي النادي الاهلي. ودي صعب. قدامك سنين دوقية عشان توصل للي حققه النادي الاهلي. وفيه تصريح تاني لو استاذ محمد الدماطي قد ومجلس ادارة النادي الاهلي طالع بيقول مشكلة الوسط الرياضي في مصر ويمكن بعض الاندية الافريقية انه كله مش عارف يبقى النادي الاهلي. لان بالانجزات والبطولات. تمام? لو جيت عديت البطولات بتاعتك والبطولات بتاعت النادي الاهلي هتلاقي فيه فرق شاسع ما بين بطولاتك وبطولات النادي الاهلي لان النادي الاهلي بيتغزى بالبطولات بيتغزى بالبطولات اللعبة اللي بتيجي بتبقى عارفة مسؤولية او حسب مسئولية تشيرت النادي الاهلي فبتلعب باخر نقطة عرق فيهم مع النادي الاهلي. ليه? عشان اسمه يزهر جنب اسم النادي الاهلي. ان هو لعب في النادي الاهلي. ويجي بعض الناس اللي كلنا عارفينهم يعني. يجي يقول لك ان النادي الاهلي بحقق بطولاته من بره الملعب. والله انت النادي بتاعك ولا عارف يحقق بطولاته ولا بره الملعب ولا جوه الملعب. مع العلم ان هو الكلام ده كلام اشعاعات بتطلع وخلاص. ويجي يقول لك برضو ان النادي الاهلي بياخد بطولاته بلعيبة مش من ابناء النادي الاهلي. طب ما انت عندك لعيبة بتجيبها برضو مش ابناء النادي الاهلي ومش عاقبة تاخد بطولات. هتجي تقول لي ما انا خدتي دوري وكاس دوري وكاس اي зав atrás انت بتتكلم فيه? يعني انت بتتكلم في نادي الاهلي محقق اتنين واربعين دوري. الكاس انت بتتكلم في تمانية وتلاتين ولا سبعة وتلاتين كاس مصر.سوبر تقريبا احنا الاول في مصر في كاس السوبر. لو هنتكلم في البطولات المحلية. ده خيل انت بقى البطولات الكرية. انك انت بقى لك تقريبا اكتر من عشرين سنة مش عارف تحقق دور ابطال افريقيا. وكل ما بتوصل نهائي بتتلدع من المسلماني وتنزل. فكل الناس سواء كان جوا مصر او برا مصر عايزين يشوهوا اسم النادي الاهلي بس مش عارف ايه. لان النادي الاهلي تقيل بانجازاته وبطولاته والاركام اللي حققها سواء كان في الدور المصري او في البطولات المحلية او في البطولات الكرية. يا جدع ده النادي الاهلي لما جيه دخل بطولة كون فدرالية خده هو مروح. يعني اول مرة يخشها خده هو مروح. يعني صعب ان انا اتكلم عن النادي الاهلي لان النادي الاهلي معروف. فما تجيش انت ما تجيش انت تطلع كلام على النادي الاهلي لانا فيش حد هيسمعك. جمهور النادي الاهلي مش شايفك. مش هيفكر ان هو يشوفك. نيجي بقى على التصراحات كابتن ربراهيم سعيد لعب نادي الاهلي السابق. طلع بيقول الهلال لو فضل مئة سنة علشان يوصل لنادي الاهلي صعب حتى لو اتعقدت مع كل الصفقات في افريقيا فهيفضل صعب تبقى النادي الاهلي. دي حقيقة. انت مهما هتعمل يعني لو نادي الهلال السوداني مهما هيعمل ومهما هيسوي مش هيعرف يوصل لجزء لجزء من بطولات النادي الاهلي. اخروا ان هو ياخد بطولات محلية جوه بلده. هو ده اخروا. انما هتقرن الهلال السوداني بالاهلي المصري تقريبا انت محتاج ميكروسكوب عشان توصل لنادي الاهلي. النادي الاهلي بعيد جدا بعيد جدا عن اي منافس ليه سواء كان في مصر او برا مصر. نيجي على التصريح التاني لكابتن ربسعيد اللي طالع بيقول النادي الاهلي هو الكبير في افريقيا ببطولاته انجازاته صعب على اي حد انه يدخل معاه في منافسة. وهذا ده انه كان نفس الكلام اللي انا كنت بقوله من شوية. فعلا صعب على اي نادي يوصل لنفس بطولات النادي الاهلي. يعني انت لو بتتكلم في بطولات محلية فاحنا فرقين بسنين ضوئية. لو بتتكلم في دوري ابطال افريقيا فاحنا اكتر منافس ووصل لعدد بطولات النادي الاهلي ضعفه. في البطولات الكرية. انا بكن في دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا اقرب منافس للنادي الاهلي محقق خمس بطولات دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي محقق عشر. من النادي الاهلي محقق الضعف. ودي صعب ان على اي نادي سواء جوا مصر او برا مصر يحقق. فكلامي للجمهور اللي عمال يشوه في صورة النادي الاهلي ان النادي الاهلي لما بيخسر لازم يتخانق. لا ما فيش الكلام ده. عمرها ما حصلت. وعمرنا ما فكرنا ان احنا نعملها. الا ازا لو لقينا من النادي المنافس بيستفز لعيبة النادي الاهلي. ساعتها يبليل حق ان هو يعمل اللي هو عايزه. وكابت المحمود الخطيب لو اتنازل عن حق لعيبة النادي الاهلي ساعتها هيشوف الرد من جمهور النادي الاهلي. لان خاطر اسم النادي الاهلي يفضل كبير. فما تجيش انت اللي نفسك يكون النادي بتاعك يبقى مكاني النادي الاهلي. وتيجي تشويه صورة النادي الاهلي مع اي نادي تاني. هو ده اخرج انك انت تقعد تتكلم. اخرج انك انت تقعد تتكلم كده بس على النادي الاهل. بس. وهو ده كلامي في الموضوع كله من ناحية اللي حصل ما بين الاهل المصري مع الهلال السوداني. ودر وقت يا عزيزي المشاهد وصلنا لنهاية الفيديو طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في كومنتات. ولو انت بتتبعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للكنال عشان ان يصل لكل جديد بتاعي وريد أنك انت متنساش دعمني بلايك. ولو انت بتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعة. تفعل اشراك كل الجديد بتاعي وريد انك انت متنساش تعمل للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاجبر عدد من الجماهير الاهلوية. ودلوقتي قادر اقول لك سلام.